خليني أعرفكم على أحلى ساعة بجارمن هحكي عن كل تفاصيل هذه الساعة تقييم الكامل هذه الساعة وأول شخص بحكي عن ساعة الجارمن 955 على اليوتيوب موجودة باللغة العربية بهذه القناة اليوم هنحكي عن الفورنر 955 سولر تذكروا هذا الموضوع هقلكم ليش اخترت هذه الساعة هقلكم كل التفاصيل عن هذه الساعة فأنت مبحاجة أنك تشوف أي فيديو وطبعا الأشخاص اللي عندهم جارمن أكيد بفيدهم هذا الموضوع بكل التفاصيل خليني بسألكم شغلة كتير مهمة أبما نبلش الفيديو ساعات جارمن مشان تفهم الفكرة لازم فسر لك أول شي أنه هول الساعات عندهم ثلاث أشياء لازم تعرفهم بجارمن هول ثلاث أشياء حطهم من بالك بس تشتري ساعة جارمن أول شغلة وكتير مهمة هي الساعة بالدواءة لتعطيك معلومات يعني ما تروح تلبسها يومين وتقول خلص شو هالساعة لا ما فيك الساعة لازم تبقى بإيدك فترة معينة منموم ثلاث أسابيع ما تشلح عملي إيدك إلا إذا تشرجها طبعا بتشرجها يعني مرتين أو ثلاث مرات بخلالها ثلاث أسابيع فتذكروا هيد الساعة مشان تعطيك أفضل أداء لا لا لازم تكون بإيدك مدة ثلاث أسابيع لحتى تعطيك كل شي من ناحية المؤشرات من ناحية المعلومات إلى آخرية والشغلة الثانية المهمة إنه هيد الساعة رياضية بحتي فإذا أنت من الأشخاص اللي بيدخنوا بيأركلوا حياتهم كلياتها عايشة بالمشروب والدرينكس وهو الأساس هي كلياتها فهيد الساعة ما حتفيدك لأنه كاتب شركة جارمن إنه الساعة التعاونة بيحسبو لك أو بيتأثروا بموضوع الدخان والمشروب وهو الأساس هي كلياتها فإذا أنت بهيد الجو اطلع منه وفشتري هيد الساعة والشغلة الثالثة المهمة للأشخاص اللي كانوا عندهم ساعات أمولد سكرين وحولوا لهذه الساعات اللي هين الفورنر أو الفينيكس فأكيد هتلاحظ بفرق وحتتضايق شوي بموضوع الشاشة ولكن هيد الشاشة إذا تعودت عليها ما هترجع على أمولد سكرين أنا أقول لك وحسب خبرتي وموضوع هيدا كتير مهم فحبيت أسكر هول تتقصص مشان تفهم جارمن وساعات جارمن ومنها مننطلق على الفيديو بعرف الفيديو هيكون كتير طويل ولكن معلش عزروني يعني للموضوع ولكن هيد الساعة فيها تفاصيل كتير 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 ما تتصوروا لديش فيها تفاصيل حيث بدي أحكي عننا وتشعب فيها كتير فأكيد موضوع كتير صعب وبياخد وقت ومجهود وأكيد الفيديو حيكون كتير طويل وحتمل منه فحاول أنه أعمل فيديو هلأ ومرة تاني برجع بعمل فيديو تاني بعد الأب ديت أي لآخر وموضوع الأب ديت كتير مهم أنه حترككم تحت رقم التحديث اللي موجود على هيد الساعة مشان إذا نزل الأب ديت ما تلومني دائما بقول له هيده ما تلومني أنه أنا ليش قلت هيد الموضوع لأنه التحديثات بالساعة بيزدوا بيعدوا بالالغريثم مثلا تعقول دقة القلب بيعدلوا بالالغريثم مثلا للسباحة للرياضة للركض بيغيروا بإقصاص كتير حلوة بالساعة فدائما فيه تغيير بغارمن خاصة بساعاتها طيب نرجع للسؤال المهم لمشتريت هيد الساعة لمشتريت الفينيكس 7 أو الأكس الى آخر شوف كل الساعات حلوين من غارمن خاصة الفينيكس لاين رائع جدا ولكن أسعارهم غالية جدا إذا بدنا نحكي على هيك مواصفات يعني هيد الساعة فيها ملتي باند يعني فيك تستعمل جي بي أس تعولك بدقة عالية جدا مثلا مثل الفينيكس 7 سافاير نحن عم نحكي على السافاير ما عم نحكي على العادية في العادية ما فيها ملتي باند فتذكر هيدا الموضوع كتير مهم وفي كتير أشخاص عبي خربطوا فيه بالنسبة لمحتويات الصندوق شكل البوكس الاعتيادي تعول غارمن يلي هو مثل ساعات الفينيكس وبيحتوي على الساعة لشكلها كتير رائع وعطيتها طابع رياضي وأنيق وحتى باللون الأسود بتعطيها جمالية للساعة وما بتبين انه هي ساعة عادية أو بلاستيك ومع النسخة اللي بتشتغل على الطاقة الشمسية اللي بتخزن الطاقة الكهربائية اللي بتولدها الألواح الموجودة على الأطراف الساعة اللي باللون الغامن اللي متل ما شايفينا على الطرف من جوا وعننا كابل الشحن اللي بنقول معلومات من الكمبيتر للساعة وعندك طبعا الأوراق اللي ما ما بنحكي عنهم لعملية تثبيت الساعة على الجهاز كله عليك تعمل انه تفتح تطبيق غارمن كونكت وبتشغل الساعة عن طريق الضغط على الزر الأعلى على اليسار وبعدين بتضغط على بالأبليكيشن وبالتطبيق نفسه في عندك الشكل هيدا الشكل بتضغط عليه وبتضغط على أد ديفايس أو إضافة جهاز وبشكل سريع بتتعرف على الساعة ولا تنسى التعرف الساعة صح مية بمية من ناحية الموليد الطول الوزن إلى آخره بالنسبة لشاشة الساعة عم نحكي على Gorilla Glass DX 1.3 إنش حجم الشاشة على 260 بـ 260 بيكسل وإذا بنحكي على حزام الساعة عم نحكي على حزام من السيليكون طبعا مصنوع وميز كتير ما بيجرح لك إيدك ما بيزعجك أنت هناك ما بيتغط على إيدك كتير في نعومة فيه طبعا أنتي بكتيريا النوعية تعيتهم بالنسبة لموضوع السوار هون بدي أحكي على موضوع كتير مهم هايدي الساعة بإيدي ومغيرها وعاملها كويك فت كيف عملتها كويك فت هايدي الساعة اللي هي القرمن 955 عملتها مثل الفينكس يعني فيك تعمل هيك كبسة واحدة بتطلع معك الساعة أو بترجع بتركبها هيك ركبت يعني كتير سريعة وحلوة لكويك فت هلأ طب هي بس بالعلبة لما بطلعها من العلبة ما بتيجي هيك ما فيك تفك الحزام تعول الساعة خلينا أقول لكم إن شاء الله إذا أنت شخص بتحب وتشتغل عمالك هيك جيب مفك رفيع كتير وحاول تسحب من جوه هذول الحدايد اللي موجودين يلي هن هول مبروزا مبيني معكن فأنت من هون من هيدا الطرف بتجيب المفك وبتسحبها هيك لحتى تطلعها من القطعة فبتطلع السوار التعولة الأصلي اللي هو الأسود بيجي معها للساعة من الباند تعولة يعني هيدا الباند اعتبروه منشيله هيك منها وبرجع بركبه بالساعة فبصير هيك شكله فبجيب لكوكفت اللي هي تعول القارمن وبركبه عادي مية بالمية بيشتغل اما بالنسبة للوزن الساعة عم نحكي على 35 جرام مقاومة الماي بمعيار IP68 اللي هي 5ATM بالنسبة للذاكرة الدخلية عم نحكي على 32 جيجا بايت فيك تخزن فيها بحدود الالفين اغنية بالنسبة للتطبيقات اللي موجودة على جهزة الاندرويد او الايفون فعم نحكي على قارمن كونكت اللي مشان توصل الساعة تعولك على الديفايس تعولك وعننا متجر القارمن اللي هو اسمه فهو لازم تنزلون عندك على الموبايل اما بالنسبة للصفتوير المخصص للكمبيوتر اذا كان عندك ماك او كان عندك ويندوز فبتستعمل شي اسمه غارمن اكسبرس بتنزله من www.garmen.com منبلش باول شغلة بما انها هي ساعة رياضية فنحنا عم نحكي على ساعة ممتازة جدا بالنحية الرياضة دقة عالية جدا تعتبر هي الستاندرد اللي منمشي عليه او الستاندرد بالنسبة لموضوع المشي جربت الساعة بالمشي ممتازة جدا بالنسبة للجي بي اس وبين البيوت رائعة فعبشوف تفاصيل حلوة للساعة مثل اميسفت اللي بهرتني بموضوع الجي بي اس لانه فيها مثل ما انه ملتي باند جي بي اس وهيدا الشي بيعطيك دقة عالية جدا بموضوع الجي بي اس ولما عبقول دقة ما عبقول انا انه انه انت مثلا بصحراء او بمكان مفتوح لا انا عب بحكي باماكن بين البيوت لانه هون بتبين الساعة دقتها او عدم الدقة تعيدها جربت الساعة بالرياضات كتير ولكن هاي دي اسمها فورنر الساعة فهي مخصصة للركض فهل ابعرض لكم كل شي على موضوع الركض جربتها بالمشي ممتازة جدا جربناها بالاليبتكال كمان رائعة ممتازة وتفاصيلة حلوة فانا بعطيه موضوع الحساس القلب بهي دي الساعة من دون ما تكون واصل عليها لحزان بعطيه 88% حساس القلب منه مثل ساعات الابل ووتش او الهواوي لانه هون المميزين بيدقات القلب وحساس القلب عنده ولكن يعتبر جيد يعني عم نحكي على 8% ممتاز جدا فهيدي الساعة رائعة ومنبلش برياضة الركض اللي هي رياضة ممتازة كتير وخاصة للساعات هن الفوررنر والفينكس والاخرية هاي دي الساعة صراحة ممتازة جدا متبعت لكم عليها ملتيبان جي بي اس بتعطيك دقة رائعة جدا على الخريطة متل ما اكون شايفين فممتازة جدا حتى بتورجيك انه انت ماشي على اليسار يعني الشارع كتير صغير ولكن بتورجيك انه انت ماشي على اليسار وماشي على اليمين يعني مو انه والله طالعة شوي لبرا لا ماشي بطريق ممتاز جدا ورائع صراحة فانا بشوفها من الاساس المميزة ومن الساعات المميزة باداءة فعلا بالنسبة الاداء البطارية لما كنت عبر كود قبل الركض صورت الصورة انه عطاني 7100 نسبة البطارية يمكن هوا الاربعة بالمية اللي خسرتهم بالساعة يمكن على ساعة ثانية بخسر 10 بالمية او اكتر ولكن بما انه في اداء الطاقة الشمسية فبيعطيه اكيد كسافة الشمس كانت عطيتني 89 بالمية لما كنت عبر كود لانه كان الطاقس كتير حلو عم نحكي على 22 درجة مقوية لما كنت عبر كود بالساعة الساعة بتعرض لك معلومات كتير حلوة حتشوفوها على سكرين عندكم نوع الحزاء اللي عبتستخدمه طبعا بتضيف النوع الصبات اللي انت عبتستعمله للركد وبتحطوا هيدا الديفولت تعاولك تقلك قديش كم كيلومتر هيدا الصبات فيك تستعمله بعد منها لازم تكبه واكيد دقات القلب حالة الاداء طول الخطوة الايقاع تعاولك القوة بالواط النسبة العمودية طبعا تذكروا القوة بالواط والنسبة العمودية وهدول الاصاص هاي كلاته هنا لنريد المعلومات الزيادة اللي بتعرض لك واكيد الساعة بتعرض لك معدل التنفس وعدد التنفسات بالدّيئة وبنحكي علا الاهم مؤشر بالساعة هو الاداء على التحمل اللي موجودة على ساعات الفينيكس وساعات used 9 55 طبعا هيدا المؤشر المسميه اللي هو الاداء وعندك الاداء على التحمل اللي هو potential stamina فازا بدنا ناخد هكي يعني الحكري اذا اعتبرنا انو الاداء على التحمل اللي هي استمنى ما هي مستوى الوقود اللي عندك موجودين بجسمك أما الإدراع على التحمل فهي الساعة الإجمالية لخزان الوقود اللي موجود عندك والساعة بتعرض لك رسم بياني كامل لتشوف أنت المشهود عندك لما جربت هذا الموضوع على الساعة وأنا عبركد صراعا عجبتني يعني الإستامنة موضوع أو الإدراع على التحمل هالأصص هاي كلياتها موضوع مهم يعني live بتشوفها يعني بتعطيك الخط مثل ما كون شايفين على السكريم بتعطيك الخط وبتقلك أنت نزلت هلأ فهدي شوي كأنها عبتقلك هدي شوي أنت عبتركد مشان ترجع تاخد أنفاسك أو وقف شوي امشي شوي شوي على مهلك بترجع بتعطيك اللي هو موضوع الإستامنة بتعطيك يا بترتفع بتلاقيها شوي شوي اللي حتى تعطيك كأنه عبتاخد طاقة أنت بتشوف تدرس هي موضوع دقات القلب بتاعولك فحلوة كتير أنك تشوفها فرحت ركدت آخر شي عاطيت طاقة قوية كتير ركدت بسرعة خيالية جدا فنزلت للـ 45 يعني مثلا كانت 60 بتقني نزلت للـ 40 ونزلت للتحت عبتنزل عبتنزل بشكل سريع وصارت على الأحمر فبتورجيك هيدا الموضوع كتير مهم إذا أنت بتشوف حالك متوازن بموضوع الركد وللأ مشان يعني تحافظ على الركدة تعييتك مشان تركض أسرع وقوة وطبعا أكيد في الوقت اللي قضيته بالركد والمشي والآخرية كل هالمواضيع هيدا وعندنا تأثير تدريب للنشاط اللي قمت فيه مثل الركد والحالة والآخرية التمرينات الهوائية واللهوائية التمرينات الهوائية هي بتعطيك تأثير شدة المتراكمة للتمرين التمرينات الهوائية بتستعمل معدل ضربات القلب والسرعة وأحيانا بيستعملوا الباور اللي بيحددوا كيفية تأثير التدريب على قدرتك على الأداء بكسافة عالية جدا وفي عندك كمان اللي هو الإيباك وفي عندك موضوع الانتنسيتي منتس كمان مهم الاتشعار زون والباور زون كل هدول يعني التفاصيل بتعرض لك بالركد ممتازة ورائعة جدا يعني الشخص اللي بديوا يقعد هيك ويشوف الركدة تعييته ويطور بحاله والآخرة فأكيد رائعة جدا يعني انت زمن الأشخاص يلي ما بتحب الركد وحابة تفوت بهذا المجال الساعة في مدربين من أهم المدربين بالعالم بموضوع تدريب الأشخاص للركد طيب خلنا نبلش بالإشعارات إذا وصلني إشعار واتس أب كيف بطلع على الشاشة وكيف الطريقة خلنا نتعرف عليها حقب بعد إشعار باللغة العربية على الواتس أب أوكي مثل ما كون شايفين وصلني لا تنسى الاشتراك بالقناة وهون فيني أعمل ردود سريعة طبعا بضغط على هاي وبقل له دسمس أو بعمل ربلاي إذا عملت ربلاي أوكي بقل له ياس نو أوكي تانكيو كانت تتوك ناو أون ماي واي إلى آخرين من هالأمور هاي وفيك تضيف أنت الكلام اللي عندك يعني فيك تقل له مثلا أنا إن شاء الله نراك غدا أي كلمة باللغة العربية فيك تضيفها من تطبيق غارمن مثلا إذا أنا واتس أب هيك بعثناها فبتوصل على التليفون واتس أب شايفين وصلني إتصال كتب لي أولد بس كولد بس بعدين عطاني هيك إن كمين كول هلا في عندي طريقتين يا بعمل ديكلاين يعني بسكر من هون أو بعمل أوكي أنسر أو فيني إضغط عادي من السكرين فبعمل أنسر للتليفون فبيعمل أنسر مثل ما كون شايفين وإذا حبيت سكر المكالمة فيني إضغط على هيدا البطن اللي هون وإنزل لتحت وإعمل هانقاب طبعا الساعة فيها واذر مثل ما كون شايفين هيدا الواذر بورجيك كل التفاصيل يلي بدك إياها بتشوف كل شي from A to Z due point والهيوميدتي وأديش اليو في إندكس وأديش هوه وهون إذا أنت عامل مع مدرب شخصي أي شي مثلا فأنت بورجيك كل التفاصيل بهذا الموضوع وعندك طبعا الستابس هون مثل ما كون شايفين إذا بضغط عليها بيعرضت لي كل المعلومات عن الستابس تعولي حتى بيعرض لي مثلا هيدي خلال اسبوع شو غطيت وقبل منها الديستنس الديستنس تعولي موضوع الناتفكيشن كتير حلو بالساعة ولكن في قصص يمكن بتلاقيها بساعة تاني بالعادي منطلع من تحت لفوق أو من فوق لتحت بتشوف الناتفكيشن ولكن هون لازم يكون عندك هيدي الناتفكيشن لازم تكون موجودة عندك لتطلع لك الناتفكيشن والحلو إذا بتحضر كأس العالم مثلا بيورجيك كل شي عبصير يعني انت بتشوف هون يعني هيد تتغير حسب ما بتغير تليفونك وعندك السترس طبعا أنا شالح الساعة من ايدي كرمال هيك مع اثنين رقم هلا حطيت أسبوعاتي مشان تعطيني الرقم مثل ما كون شايفين هيدا الاسترس وبيعتمد على HRV تعولك وعندك طبعا البيض باتري اللي هي بطارية الجسم تعولك قبل ما تنام أنا وصلت معي ل77 بعدين نزلت خلال اليوم لهلأ صارت ل18 وعندك الانتنسيتي منت كمان قدش غطيت شايفين البار كلشي لازم يوصل للآخير مشان انت تكون مغطي بالأسبوع الكامل وعندنا الترينينج ستاتوس كرمال هيدا الموضوع كتير مهم لأنه الترينينج ستاتوس ما بتنعرض إلا ما تكون الساعة بإيدك فترة معينة وعب تلعب رياضة وكل بتورجيك V02 Max هون نو ستاتوس مفروض تعطيك ريكوفري تعطيك معلومات ثانية هون بدلا نو ستاتوس وعندك هون HRV نو ستاتوس أكيد لأنه لازم استعمال للساعة ثلاث أسابيع وإذا ترك يدي ثلاث أسابيع الفيديو سيطول فكري ما لأعرضت لكم إياها هيدا البار الأخضر هيدا البار الأخضر لازم أنا أمشي جواته الخط الأبيض اللي شايفينه فإذا أنا طلعت عنه يعني كتير عامل حمل للرياضة تعيتي فأنا لازم منزل شوي أو خفف شوي فالساعة طبعا بتقل لك كل المعلومات عنها الموضي هايدي وبتقل لك عمل حمل خلال أسبوع بهدول الأكتيفتي بعد يعني عندك ضعف بهذا الموضوع فبيعطيك نصيحة هون وما ضغط على هذا الزر بيعطيك نصيحة أنه أنت تجرب شوي ركض خفيف وتستعمل بايسيكل على شكل خفيف لتوازن بموضوع الأكتيفتي تعولت وعندك الـ VO2 ماكس طبعا أكيد موجود هون بس بده وقت طبعا لحتى يشتغل HRV قلت لكم من شغال لازم تكون تتأسابيع الساعة بإيدك بس يعرض لك HRV اليوم يعني من مبارح لليوم طبعا هي أثناء النوم فقط HRV وهيدا الشيء كتير منيح لأنه أثناء النوم حركتك تكون خفيفة فما بيعملوها خلال اليوم بيعملوها أنت أنايم فمتل ما كون شايفين كل ما نزر عندي 26 ساعة لازم لا ألعب رياضة يعطينا نصائح للموضوع فأنا لازم 26 ساعة إذا نرجع لأورا يعطيك اسمه training readiness هذا موجود على ساعات 7 وعلى Apex وعلى كل الساعات المترجم موجودة training readiness هايدي كتير حلوة أنه بتقلك أنت هل أخرج للعب رياضة ولا لا مثل ما كون شايفين لعب رياضة عندي 37 يعني لا فأكيد ما فين العب رياضة لازم يكون على الأخضر أو على الزرق أو لتحت على البنفسجي فإذا كان على الأحمر أو هذو الألوان أنت من ك محضر حالك الرياضة فلازم ترفعها أو ترتاح شوي فهون ضغطنا هون فبقلك أنت نمت منيح ولكن عندك كتير فلازم ترتاح شوي وتخفف موضوع اللعب للرياضة طبعا بيعتمد هيدا على مؤشرات كتير يعني هيدا الرقم اللي شايفينه هو عبارة عن الالجوريثم معينة عبد يتبعوها جارمن كلمال يختاروا من يعني يعني تطلعوا على سليب تعولك تطلعوا على الركوف بتطلعوا على ال Hrv بتطلعوا على ال Acute Load تعولك بتطلعوا على تركض تعولك قدييش انت نمت من فترة بتطلعو على استرس تعولك فكلهم بيجمعوهم ويطلعو لك برقم واحد يلي هو Rating Redness وعندك طبعا أكيد الساعة بتقلك قديش يجب أن تركض 5K بـ 28 دقيقة و يجب أن تركض 5K هذا هو تقييم سريع للموضوع و لديك صعود الطوابق يجب أن يهتم بها يجب أن تطلع الطوابق يجب أن تطلع الطوابق أما بالنسبة للهارتريت إذا نضغط عليها يجب أن تقلق دقات القلب و إذا تنزل لتحت طوابق يجب أن تطلع الطوابق يجب أن يدخل الطوابق يجب أن يتطلع الطوابق يجب أن يخرج إلى الطوابق و يجب أن تكون قد تتطلع الطوابق يجب أن يكون مرتفع يجب أن تبحثت للموضوع و نتحكم على أطلابق و تضغط التواصل و يجب أن يزر بالبلغة و تضغط آخر ويعطيك تحكم المؤذ kettle وكما تبدو أن يحصل يجب أن تحكم الموضوع يعني هيدا الزر دائما تذكروا لما تشوف هون في خط ابيض عرف انه فيك تضغط على هذا الزر بتعطيك معلومات اخرى او نصائح اخرى وبتورجيك هون دوريشن وقدش نمت والديب سليب لايت سليب رام الاوايك الى اخرى من هالمعلومات هيكلاتها والسليب ستيج تعولك قدش هنه خلال اسبوع طبعا الساعة فيها شغلة كمان كتير حلوة يلي هي موضوع البوصلة والارتفاعات ومنخفض الجو الى اخرى من هالمعلومات وهل هي دقيقة نعم دقيقة ما فيه اي مشاكل ما فيه اي شي عندي ارتفاع هون عن سطح البحر وهون قديش ضغط الجو اللي موجود عندك في عنا شي اسمه السناب شاط يعني بتعطيك هيك نظرة سريعة عن الجسم تعولك يعني بتاخد الـ HRV تعولك بتاخد الاكسجين تعولك بتاخد كل المعلومات هايدي طبعا هون يمكن الغلطة الوحيدة اللي عملتها غارمن انه ما فيك تعمل رنينج لألاي يعني ما فيك تقول له يلا فحص لي اخد لي كل شي معلومات عن صحتي جسدية ما فيك تعملها من هون لازم ترجع لورا هيك وتروح على الرياضة ومن الرياضة بتلاقي في شي اسمه هالث سناب شاط بتضغط عليها وبتعمل ستارت فبالش تفحص لك جسمك بين خلال دقيقتين بتفحص لك كل المعلومات تعولك من الأكسجين من الـ HRV من هالمعلومات هاي كلات وبتكبل لك يوم على الـ Application مشان ترجع تقرأها مرة تانية مثل ما كون شايفين عبتعرض لي الـ Information وقدش حتى الـ Breathing تعولي عبيتش عب أخد وقت لحتى أتنفس زفير وشهيق وإلى آخره وطبعا الساعة فيها رايسنج إذا حبيت تعمل رايسنج معين عندك رايس ببلدك اللي موجودة فأنت فيك تعمل شي اسمه رايس كالندر بتورجيك أنت حالة التقص اللي موجودة قبل بيوم بتقل لك كل المعلومات تورجيك الخرايط الى آخرين من هالمواضيع هاي دي طبعا هاي دي بتضيفه عن طريق الـ website اللي هو connect.garmin.com وعندك الـ Solar Intensity اللي هي طاقة الشمس اللي عبتجي عالساعة خلال 3 ساعات تعرض لك ما بتعرض لك اكتر من هيك يعني ما بتعرض لك من يوم او يومين او المعلومات قديمة شوي لا بتعرض لك قديش الفترة اللي عبتستعملها خلال 3 ساعات وطبعا الساعة فيها temperature بتبحث لك درجة حرارة الجسم هاي دا الموضوع موجود كمان بكتير ساعات ومن الساعات هاي دي اللي هي ساعات Garmin 955 والساعة بتعرض لك ام تغروب الشمس وشروق الشمس هاي دا الشي كمان حلو فيه كتير ناس بحبوا هاي دا الموضوع بتورجيك يوم بيوم ترجح هيك اليوم سبعة تمانية تسعة عشرة الى اخرى والساعة كمان بتفحص لك موضوع التنفس تعولك قديش عبتنفس بالضيئة الوحدة مثل ما كن شايفين واذا بنزل لتحت برجيني كل التفاصيل قديش عملت الى اخرى وفيها تشبع الاكسجين بالدم فيها حرق الدهون خلال اليوم بالكامل وليست خلال الرياضة يعني قديش حرقت باليوم الكامل مع النوم مثل ما كن شايفين رستنج 1835 والاكتف كذا فمعنات انا حرقت هيك الى اخرى وطبعا اي أبليكيشن بتنزلها بنزله هون بالاخير يعني مثلا مكا فايندر بتتعرف مثلا امتين اوقات الصلاة فبقلك الفجر بعد 8 ساعات و الى اخرى فهيدي موجودة كمان بالساعة واذا بدك تشرب ماي بتقلك مثلا شرب ماي اليوم او بتذكرك بهيدا الموضوع فانت بتقلك مثلا انا شربت 500 اليوم بترجع باك فبتعطيك 500 وهيدا الموضوع تذكروا هيدا الموضوع لما بتلعب الرياضة كاتبتلك هون 2800 ام ال شايفين 1800 بس انا فعليا لما العب الرياضة بتصير هي 3000 وشي اوتوماتيك اللي بتتغير يعني حسب الرياضة كمان مو انه والله هي منا سمارت الساعة لأهون سمارت الساعة انه بتعرف ان انت لعبت رياضة فلازم تشرب ماي اكتر وبالنسبة للتحديات مثل ما كون شايفين فين يتحدى اشخاص معين انه انا بحابب اني اعمل انا بالبلايس رقم اثنين انه مشيت خمسة كي خلال اسبوع او خمسة ايام حسب التحديات اللي بتتبعه مع الاشخاص اللي حولك وتذكروا كمان الساعة فيك تدفع عن طريقة فيك تدفع على الوالت تعيلة فيك تحط الماستر كارد الفيزا كارد تعاولك او الاكاونت تعاولك هون بالساعة وتدفع عن طريق الساعة فيها انفسي فهيدا الشي كمان امميز وبتشتغل بكل دول الخليج ودول العالم الا بعض الدول يعني منا موجودة هيدا الموضوع وحسب البنوكة اللي انت بتشتغل معه كمان شغلي حلوة كفير انا عامل هيدا الزر اذا بك بتصدرني كابس هيك بتاخد احداثيات من الجي بي اس وبتاخد لي هيدا بخزنها وبعدين حبيت ارجع على مرة تانية فبرجع لاله مرة تانية بترجعني الساعة كيف ما بدي يعني اذا ضيعت ما بتضيع بهيدي الساعة لان فيها فول ماب متل ما كون شايفين حوارجيكم مثلا هون كمان عنا الماب نافيجيشن مثلا نافيجيشن بتقلاك كورسيز ولا بتروح على point of interest او around me مثلا اللي حوالي يشوفي قصص حلوة بتروح عليها اكتيفتيز سايفد لوكيشن مثلا سايفد لوكيشن بتروح عليها بتورجيني السايفد هون كلياتهم بتغط فبتاخدني بالخريطة كيف بروح ماشي او بالسيارة او اي شي حتى بتورجيكي هون ازنا نشوف الماب تعول هيدا متما كون شايفين فول ماب عندك بالساعة شو ما بدك ترجع هون شايفين هيدا الماينس والبلس هلا بساعات مفروض انا اعمل هيك تعمل زوم ان زوم اوت او هيك ما بتعمل هون على الفينكس بتعمل هيدا الموضوع ولكن هون بالنين ففتي فايف ما بتعمل هيدا القصة بدك تكبس هيدول البطنز اللي شايفون هيك او بتعمل ماينس هون هون بلس ومينس كلي ما كون شايفين بالنسبة للواتش فيس فيك تنزل كتير واتش فيس تضغط هيدا الزر بدك ضغط ايدك بيختارت واتش فيس تضغط عليها وبتنزل لتحت بتشوف كل الواتش فيس اللي موجودين بالساعة مثل ما كون شايفين عنا دفرنت واتش فيس وفيك تعدلهم بتضغط على هيدا البطن اللي هون وبتعدل بتعمل كاستومايز لاي اوت داتا بتغير بكل الانفرميشين اللي بدك ياه للاشخاص اللي بيحبوا رياضي الحديد اكيد هالساعة ممتازة جدا بهيدا الموضوع خلنا نشوف عن طريق التطبيق كيف بيستعمل هيدا الموضوع كيف بيعمل برنامج رياضي كامل لقليل الحديد فبتجي لهون على المنيو هيدا المنيو اللي فوق هون بتضغط عليها وبتختار training planning وفي عندك شي اسمه workout فبتضغط على workout بيطلع لك هيدا القائمة متل ما كون شايفين هول انا اللي عاملن يعني انا اللي عامل هول لتحت انا اللي عاملن فانت فيك شو تعمل فيك تقول له مثلا انا create a workout فبتضغط على plus sign وبتقول له شو نوع على workout اللي عندك في عندك كتير workout مثلا بكتعمل رننج بكتعمل بايكينج ودك كذا فبتقول له لا انا بدي اعمل مثلا رياضة الحديد فبتضغط هون فبيعطيك هون ال steps اللي انت لازم تمشي فيها فيك تمسحهم هون ما بدك اياهم مثلا remove remove اوكي خليها هاي مثل ما بتكون يعني فيك تمسحهم وتضغط add steps اوكي فبيجي لهون بقل له click بعمل click وبختار هون workout type مسلا هو نوعية workout وبعدين بقل له note ازا بدي حط نوت معينة ازا حبيت شي مسلا بدي اقول شي الاكسرسايز نوعية الاكسرسايز تختار الاكسرسايز اللي بدك اياه ومنقل له back منعمل back فعمل لي اياه اضافة فين اعمل add round متل ما كون شايفين round هايدي اكتر من round يعني مثلا عندي رياضة ال push up مثلا بدي اعملها بدي اعملها تات مرات فبختار تات مرات وقل له اوكي بيجي لهون بقل له مثلا خلي نقول الاكسرسايز طيب بكتب له push up وبقل له weight ال body weight اكيد ما بدي حط وزن target تعولي بدي اعمل lab button انو ما اكبس هيد الزر يروح على next step اوكي قداش ال cool down اللي هو الراحة تعولك ازا بدك او rest فيني حطة rest انا وقل له مثلا بليز اعمل لي اياها rest لست ثواني مثلا rest برجع back فهلأ بكرر هيدا الموضوع هلأ منشوفه بعمل لها save بقل له مثلا خلنقول test youtube save saveناها ومش الحال done هلأ شو بعمل هي تست يوتيوب بضغط عليها وبقل له بعتليها على الموبايل على الساعة عفوا فبيبعتها على الساعة هلأ شو بعمل بالساعة انا مش هنحصل على هذه الرياضة لما بروح على الجيم بضغط على الزر هون وبروح على شي اسمه strength شايفينها بضغط عليها وبيجي بقل له مثلا رياضة جسم بالكامل do work out بعمل back في عندي هون شايفين تطلع لي test youtuber بضغط عليها اوكي بتعطيني كل information تعيتي بعمل start برجع باك بقل له مثلا هاي دي وبختار هون بطن بقل له do work out فبيبلش بعمل start start workout اوكي عطاني هلأ هو انه انا بدي اعمل هاي دي اول شي انا حاطين واحدة متل ما كون شايفين هلأ بس لخلص شايفين عبيعطيني كل information هون بس خلصت لنا افترض بضغط هون هلأ بيلي push up وفي عندك شغلة كمان بالتريننج في عندك شي اسمه training plan بتورجيك اللي بلان تعولك اذا حبيت تفايند نيو بلان مثلا انت بتعمل cycling او بتعمل running خي بدي coach انا يساعدني بهذا الموضوع فبضغط على running وبيهت تختار فانت بدك 5k ولا بدك 2k ولا هاف ماراتون فمسلا بختار 5k بيجي بقال لي مثلا set up plan بتعمل بلان تعييتك هو انا اردى عندي بلان فمشان هيك تجربه فكرمال هيك هيدا الموضوع فورجيكم مثلا البلان اللي عندي موجودة احيي هيدا هي دي هي coach plan مفروض انا اليوم rest day شايفين 8 weeks هيدا الكوتش اسمه كل information عندي عبتقلي انه هون هلأ يستردي حكينا عن موضوع الركض وشو ماذا تفاصيلة وماذا تشو تعمل الاخرى من كل ها التفاصيل هيك الذى كلية موجودة عندك يعني بعد ما خلصنا الفيديو و 25 دقيقة lazy 30 دقيقة الفيديو فتفاجأ انه نزلت تحديث جديد لساعة garmin 955 solar الي هو 13.22 طبعا هيدا التحديث اضاف اشي حلوه في الي كنت اايت انا빛 وانعكسة القصة يعني فحقلكم شو هيك بشكل سريح حكتب لكم على سكرين التحديسي اللي صار الجديد ومن أحد الأصص اللي موجودة بالتحديس أنه صار فيك البيانات الطائية اللي هي الباور تستعملها من دون أي ملحقات أو أكسساريس خارجية فيك تستعملها وصارت موجودة بالساعة وأحد الإضافات المهمة كمان بهيدا التحديس هي موضوع الأوتو رست يعني أنت بتعرفه لما بتعمله ألترا رن يعني أنا بنحكي على ساعات من الركض ومن التعب وإلى آخره أحيان بوصل لعشرين ساعة أكتر كمان فالألترا رن هيدا في عندك أوقات فيك ترتاح فيها تشرب درينك إلى آخره فهو بيحسب لك هيدا الأوقات هي رست تايم بالنسبة له فما بيحسبها من ضمن المشي تعولك أو الركض تعولك والشغلة كمان الحلوة كتير اللي كنت مستغربة أنه ما عاملين على الناين فيفتي فايف ولكن عدلوها بالصوفتوير هي موضوع السليبين تعرفوا أنتو الواتش فيس بتضل شغالة حتى لو كنت نايم بتضل شغالة بس أنت بتخفف الدم تعولها يعني بتصير لما بتفتح سئل عيونك الصبح بتلاقيها هيك خفيفة كتير هلأ شو عملوه حطولك واتش فيس خفيفة بس هي الساعة تاتس ات هيدي اسمها السليبينج مود وبعدا من لما تفيق الصبح بيعطوك اللي هي نشرة الصباحية تعييتك هعطيكم النقات القوي بالساعة أول شي اذا بدك جي بي اس قوي جداً بين الساعات كلها ما فيه لك غير نايم فيفتي فايف صراحة اذا بدك مؤشرات رياضية رائعة قبل التمرين وبعد التمرين وتفاصيل معيني عن جسمك وحياتك والHRV الساعة فعلاً رائعة بهالموضوع وقلت لكم بليز تذكروا أنه الساعة ما فيك تعتمد عليها يعني أنا في كتير قراءات يمكن عبتشوفها أنت كمشاهد وأنا عبقراها ولكن هي بده وقت لتعطيني أفضل أداء اللي هو بعد التأسابيع ومثما قلت لكم صلاة معي الساعة عشر تيام يعني عم نحكي لنا من بقياننا شي عشر تيام كمان تانين منكون إن شاء الله كماننا التأسابيع خدمة الطاقة الشمسية فيها رائعة بتحافظ على الساعة على الموضوع البطارية ممتازة جداً فبعتبرها كمان هايدي نقطة قوة كتير فيها للساعة لأنه إلا للساعات اللي عندهم شي اسمه Solar System على الساعة كمان شغلة كتير مهمة يلي هي النظام السيستم الـ Software حتى الـ Web site تعاوله اللي هو GarmentConnectedCarment.com بتفوت عليه يعني كل شيء Application بتحط calendar لألك بتقول عندي ريس باليوم الفلاني بدي نزل GPX فايل اعملوا الـ Route للساعة يعني تفاصيل كتير حلوة ورائعة منا موجودة بأي ساعة فهيدي بعتبرها نقطة قوة كتير ما حتلاقيها بأي ساعة وكمان بعتبر نقطة القوة كمان فيها هي موضوع الجيم يعني الأشخاص اللي بحب يروح يلعبوا حديد فهيدي الساعة فعلاً فعلاً رائعة خاصة للأشخاص اللي ما لن يكتبوا برنامج حديد يعني شفتوا أنا كيف علمتكم هذا الموضوع ولكن إذا أنت ما بدك تعمل هيدا الشي فيك تقله free تفوت على strength وتقله free وبتبلش تلعب هي بتعرف شعب تلعب يعني بتصب لك هيهون خلنا نقول 80% يعني إذا عملت push up بتقلك أنت هلا عملت push up طب كيف تعرف فيه ألغريثم معينة بتعرف فيها طيب إذا أنا عملت مثلا خلنا نقول صدر بلعب صدر مثلا بتعرف ايه بتعرف تعطيك كذا وفعلا دقيقة بهذا الموضوع يمكن إذا عملت حركة ما نزابطة معهم يعني مثلا نفترض عامل حركة هيك أنت أوكي هيدا بالنسبة لي من معروفة شو هالحركة هل أنت عبتعمل للأكتاف ولا عبتعمل للصدر فيمكن هون تخلبت معك هيدا بس بدي وضعها وطبعا شغلة كمان كتير مهمة المعلومات اللي عبتجيك من الساعة كمان معلومات for free يعني أنت دافع حق للساعة بس المعلومات اللي جوه اللي عبتعرض لك هي حقها مصاري يعني نفترض بدك تشتري جهاز يلي هو الخاتم هيدا اللي بيحطوه بإيدهم وبدك تشوف لأنه بيعتبر أنه من الأجهزة المهمة لها المواضيع بس هيدا الخاتم بدك تشترك عندهم بالشهر يعني بدك تدفع 22 دولار 30 دولار ما بتذكره ولا الرقم بس هيك الرقم أو 200 دولار بالسنة فأنت فعليا عبتاخد الخاتم for free بس أنت سنويا بدك تدفع مبلغ يمكن تقعد عندك ساعة جارة من 4 سنين 5 سنين بس أنت بتكون يعني استنفذت حقها مثل ما بقوله وكل المعلومات عندك والشغلة كمان اللي مهمة هي الخريطة الخريطة اللي موجودة بي كارمن ما موجودة بأي ساعة يعني ما بتلاقي أي ساعة فيها هيك ماب كاملة فأنت عندك خرائط كارمن فإذا بتحسبها هيك بينك وبين حالك عندك خرائط عندك المؤشرات الرياضية عندك معلومات حلوة عندك سيستم كامل السوفتوير كامل منقى بطريقة كتير ممتازة ورائعة وأبديت دائما للساعة ما بتركوك يعني بالأبديت وكمان لا تنسى كمان شغلة كتير مهمة الوكلاء المعتمدين بكل دول العالم قارمن عندها ستاندرد يعني أنا جربتها بموضوع الإنستنكت الإنستنكت اللي كانت عندي عرضت عندي على الفيديو على اليوتيوب بالزمنات من سنتين يمكن فهيدي الساعة صار فيها مشكلة بطارية تخيلوا أنت بذلك تفك هيدي الساعة إنستنكت لما نقول إنستنكت يعني الساعة ما بتنفك بتخبطها بتخبطها بفوق بترمية من عاشر طابق ما عندك مشكلة فتخيل هاي الساعة بدك تفكها أنت ما فيك تفكها فبدلوا لي إياها بالكامل وساعة سنتين لأنه ما كملت عندي سنتين فبعد ستة شهر سبعة شهر اتفاجأت أنه غيروا لي إياها فعليا عم نحكي على شركة بتحترم حالها من الآخر يعني فإذا بدك كشتات بدك سفر بدك ظهرات معينة مرتاح بالساعة بإيدك معلومات كل هالشي هايدي فأنا بنصحك بهيدي الساعة فعلا فعلا رائعة جدا وما علي حكي إنسا لي موضوع اللي لقات القلب وإنسا لي مواضيع التانية بالساعة ولكن إذا بدك ساعة هيك رياضية بحتي بحتي مخصص للمواضيع هايدي الساعة لألك